السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن المحترفين المتوقع انضمامهم لنادي الهلال في التسجيلات الحالية مؤكد كلام كثير جدا عدد من اللاعبين المطروحين على طاولة مجلس إدارة نادي الهلال لعيبة مميزين لعيبة معروفين محترفين فعلا سوبر عمل مميز جدا اذا كان تم باستقدام الاسماء اللينا بتكلم عنها في هذه الحلقة او حتى تم استقدام نصهم بس للهلال عشا يلعبوا في البطولة القادمة فدعم الكبير جدا انت مجرد انك تسمع بس الاسماء على ان الهلال بفاوض اللاعبين ديل ومش من الصحافة السودانية لا بنتكلم عن الصحافة الكونغولية الصحافة الجنوب افريغية الصحافة المغربية وحتى الصحافة التنزانية فبالتالي ده عمل كبير جدا بقبيه ومجلس إدارة نادي الهلال عايز ابدأ اول حاجة معاكم بالتعاقد مع المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي وهو فلورونت ابينغي المدرب ده مؤكد انه معروف لدى الاوساط الرياضية الافريقية مدرب كان يوم من الايام في منتخب الكونغو الاول درب منتخب الكونغو في فترتين درب نهضة بركان في فترتين وكمان درب نادي في الصين في بداية فترة او بداية مسيرته التدريبية فمؤكد انه الاتفاق مع المدرب في المقام الاول حتى بعد ذلك يعقبوا الترشيحات او حتى تعقبوا الاتفاقيات مع اللاعبين الانديا ده اعتقد انه عمل احترافي وعمل مؤسسي اذا كان تم لانه لسه المدرب ما تم الاعلان عنه بشكل رسمي فكل الصحافة سودانية وغير سودانية اكدت انه المدرب فلورونت ابينغي مدرب نهضة بركان حيتحول انه يبدأ مسيرته مع نادي الهلال وده عمل مميز جدا في انك تستقضي مدرب افريقيا حينافس بشكل افضل نجاحه كان مع نادي الهلال كان بشكل افضل وحتى مع المنتخب الكنغولي الاول فده خطوة اعتقد انه خطوة ايجابية بشكل كبير فنشوف كيف حينجح او كيف حيأدي دوره مع الهلال في الفترة القادمة حانا نبدأ نتكلم عن اللاعبين المتوقع انضمامهم لنادي الهلال المرشحين حاليا لانه منضموا الهلال او حتى اللي اتكلمت عنهم والصحافة الافريقية بشكل عام انه صفقاتهم اكتملت بشكل رسمي مع الهلال اتكلمت في البداية عن المدرب لانه قلت لك ممكن جدا لما تكون بتعمل شغل احترافي بتبدأ بالمدرب عشان المشروع بيقوم دايما عن المدرب الجيد المدرب العارف في شغله تماما فهو اللي بيرشح معك اللاعبين فبالتالي اتفاق الهلال مع مكابي ليلبو لاعب نادي فيتا كلوب وكمان لاعب منتخب الكنغو الاول فهو اتفاق اكدته الصحافة السودانية والصحافة الكنغولية وحتى الصحفين المبرزين على المستوى الافريقي فده ناستنادر على ان المدرب هو اللي ممكن اختار اللاعب او حتى سهل عملية انتقاله من نادي فيتا كلوب لنادي الهلال صفقة قد تبلغ او حتى تكلف خزينة الهلال حوالي 700 الف دولار مبلغ ما شوية مبلغ انت ممكن بتسمع على فترات كله 3 و 4 سنوات انولنديا السودانية بتجيب لاعب بالمبلغ ده او حتى بيعدي حاجز ال300 الف دولار فبالتالي اليوم لما النادي يسهل امر اللاعب ب300 واللاعب يجي يمضي على 400 الف او حتى اكتر من كده فبالتالي الرقم في حد زاته 700 سواء كان قلة شوية او حتى عيلة شوية فهو مبلغ كبير بالنسبة لامكانية اللاعب كلنا عارفينه شوفناه في منتخب الكنغو وشوفناه كمان مع فيتا كلوب جناح يمين وجناح يسار مميز جدا قوي البنيان مؤكد انه طويل القامة سريع جدا جدا مهاري لدرجة بعيدة مؤكد انه استقدام صادف اهله انت في الهلال فعلا محتاج لانه يكون عندك اجنحة بالمستوى العالي وكمان خط هجوم لا غبار عليه عشان تقدر تنافس به افريقيا بشكل افضل فامكن اولى الاعمال اللي ممكن الواحد يستند على انه فلورونت ايبينجي كمدرب عرف يختار لاعب يقدر يضيف من خلاله للهلال وممكن جدا ينافس به على المستوى الافريقي فبالتالي دي المدربين الناجحين دايما بيجيبوا الجنود بتاع انهم عشان يقدروا انجحوا بيهم في مكان زي الهلال اللاعب التالي معنا هو اللاعب بابيساخو السنغال اللي بيرعب في نادي سيمبا التنزاني وتنزاني اللي بتكلم عن سيمبا التنزاني بتقول لك انه اللاعب هو عايز يطلع من سيمبا التنزاني لكن السودان بالنسبة ليه ماهي الوجهة الممكن يمشي عليها وده كلام الصحفي بشكل رسمي اول مبارح وعلن عن انه هدف اللاعب بابيساخو هو افضل هدف الرقم 10 في سيمبا مميز جدا جدا سيمبا بيمنى النفس انه اللاعب يكون موجود سيمبا برد يكون موجود معه ومصراحة في ارتباط كبير جدا بين صفقة بابيساخو وكمان حتى لويز ميكيسوني اللعب الاتنين مؤكد انه سيمبا والهلال عايزين اكسموهم مع بعض في انه لو بابيساخو سهل امره خروجه من سيمبا التنزاني فبالتأكيد ميكيسوني هيكون اقرب انه يرجع لسيمبا لانه حتى بابيساخو لما انتجد تكلم عن انه الصحافة التنزانية ربطت اسمه بالهلال ونادي فرنسي او حتى غيره معظم الجمهور جمهور سيمبا التنزاني بتكلم عن انه ليه انت حاليا حتبيع لاعب وانت عندك مشروع كبير جدا جدا في الفترة اللي جاية فبالتالي دي واحدة من الحاجات اللي بتأكد لك انه اللاعب فعلا مميزه وممكن كل الفيديوهات وحتى المتابعة في المباريات الاخيرة الموجودة على مستوى نادي سيمبا التنزاني بتأكد لك انه اللاعب فعلا استحق انه الناس تفكر فيه وكمان حتى تشرح فيه انه تنقل اللاعب من سيمبا من تنزاني للسودان فبالتالي لويس ميكيسوني حاليا في الاهلي الناس منفتحين جدا على عملية بيع اللاعب وكمان عايزين ياخدوا فيه اكبر قيمة مادية اذا كان العملية البيع بيقت كويسة الهلال ممكن جدا تصل هذه الصفقة بالنسبة لي ولتسعمية لمليون دولار بالنسبة لصفقة ميكيسوني والاهم من ذلك كمان بنتكلم عنه لويس ميكيسوني حتى ادارة النادي الاهلي حاولت انها تعرض لويس ميكيسوني على الهلال في انه مبارل تنتمية الف دولار نعيره ليكم لمدة موسم مؤكد انه بيع خسران لدرجة بعيدة انت عايز اللاعب خلصه مباشرة بخمسمية بستمية بسبعمية ايا كان الرقم الممكن ما يصل لتمنمية الف دولار في الحدود دي اتمكن تجلب لويس ميكيسوني الهلال في النهاية انا عنده حاجة مهمة جدا تخص اللاعبين الاتنين ديل لو فرضنا انه لويس ميكيسوني منفتح على انه يكون موجود في السودان في حاجات زي مثلا الحاجات اللي بترغبك فينك تنضم للنادي مشروع النادي المدرب زي ما شفنا بيتسو موسماني لما كان موجود في الاهلي مباشرة ميكيسوني بن سيمبا تنزانا للاهلي زيه زي بيرسيتاو الليلة شفنا ايبينغي لما انجلس سودان مباشرة او حيكون في الهلال في الفترة الجاية شفنا مكابي مباشرة مكابي ليلبو المهاجب مباشرة جمع فيتاكلوب لسودان ولسه في صفقات تانية فبالتالي المدرب لما نيجي هو اللي يختار وهو اللي يرشع وهو اللي يمشي يضمن فكرة انك هتكون معاي في المشروع والكلام ده دي حاجة شوية بتحفز اللاعبين ان يكونوا موجودين فبالتالي بنفس الطريقة اللي تمت صفقة مكابي ليلبو اتمنى انه يدخل المدرب يختار ما بين بابي ساخو كمان حتى اللاعب التاني اللي هو لويس مكي سوني من النادي الاهل لانه الصفقتين مؤكدين انهم حيكلفوا الهلال اكتر من تسعمية او حتى اكتر من مليون دولار فبالتالي الحاجة دعت اقضوا الهلال لازم شوية يقدر يفطن ويقدر يصرف بترشيد كابل جدا في الفترة الجاية وكمان يختار لانه من الصعب اللي عجب اللي اتنين يكونوا موجودين في الهلال سيمبا من الصعب يفرط في بابي ساخو ولويس مكي سوني ما هيجيه ومن الصعب يفرط فيه اللي اتنين فبالتالي الهلال من الصعب يقدر ياخد اللي اتنين والاهل كمان من الصعب انه يقدر يحتفظ بلويس مكي سوني فبالتالي كل الاطراف في المساحة اللي تممكن تقدر تفاوض وتفكر وكمان تدفع وتدفع المعقول بالنسبة لك وفي مكانك عادي جدا تقدر تلغي الصفقتين لانه عندنا خيارات تانية حنتكلم عنها في هذه الحلقة من الخيارات المهمة جدا بالنسبة لنادي الهلال في خط الهجوم فيستون كلالا فيستون كلالا لاعب يانج افريكان التنزاني نادي الشباب التنزاني عنده مهاجم مميز لدرجة بعيدة ممتع هداف قناص مهاجم فعلا مميز فعلا لو قدم لهذا المهاجم عرض وجل الهلال مؤكد انه حيهل مشكلة الهجوم بشكل كبير وحيعمل منافسة عجيبة جدا بينه بين الغربال وممكن جدا يحجز مكانه الاساسي للمستوى لاننا شوفناه السرعات الكبيرة جدا والانسجام العالي جدا جدا وكمان تسجيل الفرص من يعني من ربع فرصة تلقى له هداف ممكن دايما مسجلة فيستون كلالا واحد من المهاجمين المميزين جدا اللي حاليا برضو عليهم كلام كبير جدا من الهلال برضو الصحافة التنزانية تتكلم عن انه في عروض من داخل ومن خارج تنزانيا بتشر انه في عرض سوداني نشوف شوه اللي بيحصل في الايام الجاي لانه مهاجم بالامكانيات دي ممكن جدا يكون في الهلال لسا الهلال ما قدم عرض بشكل رسمي او ما سمعنا بانه في عرض رسمي قدم لنادي الشباب التنزاني عشان استقدام المهاجم فيستون كلالا مهاجم مميز جدا اتمنى انه المهاجم ده فعلا يكون في الدور السوداني في الفترة القادمة لانه حيرفع من الحصيلة التهديفية بالنسبة للهلال وكمان حتى لما نتكلم عن خيارات هجومية بالمستوى العالدة مؤكد انه ده لما يكون قاعد عراس الحربة حيضيف كتير بالنسبة لخط هجوم الهلال الصفقة المهمة جدا بالنسبة للهلال في الفترة القادمة هي صفقة حارس المرمى الاجنبي الصفقة اللي يمكن تعهد بها السيد هشام الصوبات المقربين انه انه حيجلب حارس مرمى كبير جدا جدا على المستوى الافريقي حارس لقم حارس نجيم كل المؤشرات يشير لانه محمد ابو جبل هو الحارس الحاليا قيده فاكي من نادي الزمالك الزمالك ما عنده انه يجدد مع ابو جبل مؤكد انه شفنا الكلام ده على لسان مرتضى منصور الناس كلها اتكلمت في دارة الزمالك انه ابو جبل خلاص ده الموسم الاخير قبل كده اسمعنا انه ابو جبل قريب من النصر السعودي لكن النصر السعودي حاليا استقدم حارس عالمي كلنا عارفينه بنتكلم حاليا عن انه ابو جبل حتى ولو اخذ 300 الف دولار اوقع عقد مبدئي مع نادي النصر فالنصر السعودي احابه انه ينهي العقد انهي الاتفاق بالتراضي مع ابو جبل ابو جبل حاليا بالنسبة ليه ممكن جدا يكون منفتح جدا انه يكون في عرض زي الهلال او حتى مشروع الهلال المدرب الجديد الادارة الجديدة وكمان حتى مجموعة اللاعبين اللي حيكونوا موجودين ممكن تكونوا واحدة من الخياراتك كويسة جدا وكمان العرض المالي المؤكد انه هيجلب ابو جبل للسودان في انه يلبوليه طلبه المالي مؤكد انه هيكون موجود في السودان بالنسبة لي ابو جبل حارس كابل جدا جدا لكن الزمالك زيه زيك منافس افريقيا للزمالك حيخلي ابو جبل انه يمشي منه في التوقيت الحالي وفرض لنا ابو جبل حيوقع معاك على مدة مثلا موسم باكتر من 300 الف دولار مؤكد انه تم نزوليك ده الموضوع يكون خسران لغاية 300 وانت اقلها ممكن توقع مع اللاعدة يكون موجود معاك لموسم واحد بس اضاف اضاف يكمل معاك لقدام ما اضاف يمشي زي ما مشى من الزمالك اتمنى انه يكون في حارس مرمى زي الحراسة يمكن تألقوا معنا ما شفنا حارس عربي جه السودان هنا وتألق بشكل افضل يعني الحراس اللي بيجوا من مصر ومن فلسطين ومن غيره ما شفنا تألق كان كبير زمان شفنا رمزي صالح مع المريخ وشفنا كمان حتى عصام الحضري مع المريخ لكن شفنا كبان مع المريخ ومع الهلال لعيبة تانين بيجوا من افريقيا شفنا حتى الحارس جمال سالم وكمان حتى حراس تانين كانوا موجودين متألقين جدا جدا فبالتالي المدرسة الافريقية او المدرسة بتاعة غرب افريقيا وحتى جنوب افريقيا وحتى وسط افريقيا اعتقد انها مدرسة ممكن تكون افضل بالنسبة لنا حتى هم بتأقلموا مع اجوانها السودانية ومع الشخصية السودانية وبيكونوا عاديين جدا جدا انا بتذكر ايام عصام الحضري كان موجود مع المريخ عادي جدا بين يوم وليلا بقول لك عصام الحضري مشى القاهرة من غير ما ياخد ازم من الادارة او حتى يحصل كده كده فبالتالي الشخصية الموجودة على مستوى وسط افريقيا وغرب افريقيا وحتى جنوب افريقيا مؤكد انه مختلفة تمام من الشخصية الموجودة على مستوى الشمال الافريقيا وحتى الشخصية المصرية بشكل مقرب بحكم انه ديلك اجواهم شوية مختلفة اجواهم شوية زينا الشخصية المصرية ممكن جدا تكون يعني لعبة في مستوى ممكن يكون اعلى شوية فبالتالي بالنسبة لدولة السودان يمكن يكون حاجة ممكن تكون غير مقدرة بشكل كبير فأنا من الناس اللي أنا بدعم جدا فكرة أنه تتعاقد مع حارس مرمى يكون موجود من غرب أفريقيا مش شوف الأندية الكبيرة شوف الأندية اللي يمكن عندها حراس ما قاعد يلعب وممكن تجيبوا هنا يقدروا ينجزوا بشكل أفضل أو حتى يجعمل منافسة مع الحراس الموجودين على مستوى نادي الهلال الصفقة السادسة المعانا هي صفقة متوسط ملعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي فابريس انقوما فابريس انقوما الناس اللي امتابعين بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصيف وامتابعينها بشكل راتب حيعرفين اللاعب ده من اللاعبين المميزين جدا على مستوى الرجاء وأساسي في فريق الرجاء اللاعب حاليا انتهى عقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي الرجاء عندهم لجنة خاصة بتقييم اللاعبين وتقييم عقوداتهم حتى تقييم المرحل القادمة وإنه منه اللي حيكون موجود من المحترفين الإدارة الموجودة حاليا في الرجاء ممكن شددت أو حتى دعمت قرار اللجنة الفنية في أنه عدم التجديد مع عب فابريس انقوما متوسط الملعب لقم ستة في منتقب الكونغو وكمان حتى في نادي الرجاء البيضاوي المغربي له ثلاثة واربع مواسم موجود مع الرجاء بلعب بشكل طيب مع عدد من المدربين ما لعب لكن في الفترة الأخيرة لعب بشكل طيب وحتى شوف لا وسجل في الأهل المصري هدف براسية كانت مهمة جدا جدا حتى في ملعب الرجاء حاليا من الحي سهل مهمة دخول اللاعب لكشف الهلال في الفترة القادمة فهو المدرب فلورون إبينجي بحكم أنه اللاعب ده بيلعب في منتقب الكونغو فبالتالي بالنسبة له حيكون فرصة كبيرة جدا في أنه زي ما قلت لكم نجاحك لما نيجي بالرجال اللي أنت بتعتمد عليهم فمؤكد أنه حيسهل مهمة دخول اللاعب ده لكشف الهلال أو حتى يجي العروض بالنسبة له مقدمة في عروض كثيرة جدا جدا في ناس بيتكلم عنه في عروض من داخل المغرب في ناس عروض من مصر في عروض من ليبيا وفي عروض كمان من الجزائر فبالتالي عرض الهلال عرض واضح وصريح وعرض الهلال ممكن يكون قوي جدا لأنه مستند أو حتى فلورون إبينجي يمكن يكون واحدة من المحفزات اللي حتخلي اللاعب يختار الهلال في الفترة القادمة وبالنسبة له الهلال اللاعب مميز لدرجة بعيدة خطوسة مميز حيحيل لك مشاكل كبيرة جدا لو فرضنا أنه انت خلاص متفق مع عمار طيفور بشكل مسبق فمؤكدون اللاعب ده حيكون عرضه بناء على أو حتى استنادل على أن المفاوضات مع طيفور وصلت لطريق بزدود أو حتى طيفور غالب في السعر بتاعه وهنا اللاعب حيجيك مجال ما حتدفع للنادي بتاعه حاجة مؤكد أنه برضه ممكن ياخد 300-500 ألف دولار لثلاثة مواسم قادمة عمار طيفور طالب مليون دولار فلما انتجي للمقارنات غيره فدلعب على مستوى منتخب أول أساسي وكمان الأهم من ده أساسي في الرجاء والأهم من ده كمان وخبراته كويسة جدا على المستوى الافريقي فالمدرب لو عملت له مقارنة بين طيفور وحتى فابريسونغوما حيقول لك أنا عايز فابريسونغوما لأنه بعرفه بشكل طيب وبالنسبة للهيلار زي ما قلت لك اللاعب عقده منتهي وحيقدر يخلص معه بأقل قيمة مادية وقبل ما أختم معكم حديكم بعض الترشيحات الخاصة بالمهاجمين بالنسبة لمهاجم نادي فيبرس الأوغندي اللاعب سيزر منزوكي مهاجم مميز جدا شوفناه مع فيبرس في الفترة الأخيرة برضو مرشح للانضمام لنادي الهيلال في الفترة القادمة ستة أو سبعة صدقات أنا اتكلمت عنها حاليا مؤكد إنه حاليا في اتجاه لتجنيس بعض اللاعبين الهيلال بيطمن من خلال الترشيحات من خلال المفاوضات من خلال الاتفاقيات ومن خلال كمان أسماء اللاعبين اللي مطروحة حاليا البتمنى ويكون حتى التفاوض يكون شوية على إنه ما يكون فيه صرف بزخي على اللاعبين وكمان حتى يكون فيه عقودة طويلة الأمد بالنسبة للاعبين العمارهم صغيرة ويكون حتى فيه شروط بالنسبة لللاعبين اللي ممكن حينتقلوا بعدين لأندية تانية يكون فيه شروط مادية شروط بتاعة فسخة عاقد وغيره حاجات كثيرة جدا أنت بتخذتها عشان تضمن حقوقك كاملة من الصعب إنك كمتابع تشوف إنه اللاعب أو حتى النادي السوداني يجي يتعاقد مع لاعب بمبلغ مليون دولار بعد سنتين ما نجح يمشي مجانا دايما التعاقد قيمتك المادية دفعتها مليون اثنين مليون خمسمائة ألف مباشرة أعمل عقد لمدة أربعة أو خمس سنوات وبعد ذلك أنا وأكد الناس تخاف علينا اللاعب لو بانجح بعدين أنت لما تجي تفسق عقده حتي تدفع كل الأمور المادية فبالتالي طالما اللاعبين ديل ودي الأسماء المطروحة فخلي التعاقد يكون طويل الأمد مع مدرب وتميز بإذن الله النجاح يكون قريب من الهلال في الموسم القادم والمواسم اللي تليه في البطولة الإفريقية دي الرؤية لحلقات هذا اليوم أشكركم دايما على حسن المتابعة إن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا لكم